اشتركوا في القناة حجم المليارات التي تدور في مجال كرة القدم تقول لي ازاي اقول لك ازاي انت بتشوف النهار ده شوف بقى برصة اللعبين يعني اللعيبة اليوم بتاعه بيقفلوا مثلا بعشر تلاف وعشرين الف يورو ومشارك اليوم سيبك اسعار هاي انما تعالى بقى شوف اسعاره بس واسعار 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 والمدردات وكذا وكذا في مليار عشراء يعني نشاط اقتصادي رهيب طبعا بلاتر كان الستاذ ياسر ايوب كاتب النهار ده اظن او انبالح كان كاتب على الصحف الالماني اللي بيقول مبروك لبلاتر قبل ما تحصل الحكاية دي انه حيفوزه بتاع فبيتكلم على ان ازاي الاتحاد الدولي دول كثيرة بقى في الانتخابات ماهلت الانتخابات من اسوأ الحالة عملتها الديمقراطية الانتخابات حيط الامر يعني يعني الانتخابات لم لا تعبر في مئة لمانيري في تحاد الدول الكرد لا تعبر الحقيقة ولا تنقل الحقيقة يعني حتى النهار ده لما نيب الانتخابات الشعب المصري لما يقول ان عملنا السفتاء بين الشعب المصري تنتخب بلاتر ولا الامير عالي بن الحسين انا بعتقد ان التسعة وتسعين في المصريين حيقولوا حنتخب الامير عالي وياك فينا ان ولا تنقل الحقيقة يعني حتى النهار ده لما نيب الانتخابات الشعب المصري لما يقول ان عملنا السفتاء بين الشعب المصري تنتخب بلاتر ولا الأمير عالي بن الحسين أنا بعتقد أن التسعة وتسعين في المصريين حيقولوا حنتخب الأمير عالي وياك فينا وواضح دي دا أنه يعني كل كل أنواع الفساد واضحة واضحة بدليل حيات قطر قطر إيه اللي درّت الحرارة لو لعبوا أنك الناس سيح في الحر فينقلوا يغيروا نظام المسابة وعملوا في الشتاء فدي حتخرب بيوت الأندية لأن الأندية الدورة لو وقفوا الماتشات وليه عامليني الدورة أنك عايشين فرق أو كده عشان الفلوس لأن اللعيب يعتقل فلوس كتيرة فلازم أعمل ماتشات كتيرة عشان إعلانات والبس وحدات كتير المهم حكاية فلما تيري توقف الدورة في الشتاء معنا كده أنت وقفت بطولة دورة أبطال أوروبا ووقفت الدوريات في كل العالم هتوقفها شهر وقبلها 15 يوم ولا بتاع المعسكرات فانت شهره نص باز الموسم فطلع أن القطر هتدفع كل الفلوس دي يعني حتراضي حتراضي لاتحاد الأوروبا حتراضي عملية رهيبة بالفلوس بيعملوا كل حال فلو خدت رأي الشعب المصري والشعب الرئيس ما يباش رأي اتحاد الكرة المصري مخلف لرأي الشعب ما ينفعش يعني بقى عمرتين الجمال علام مثلا يقولك أنا حنتخب بلتر طب أنت يعني أنت تتمثل مين يا كابتن اتحاد الكرة يقولك لأ أنا الممثل الشرع يا كرة ميلا شي مين اللي انتخبوك بقى مجموعة الأندية كم نادي منهم بقى عند قرات قدم حقيقية كم نادي منهم معني بشؤون قرات القدم إنما حتلاقي عشان كده بلت نظام الانتخبات اللي مبنين نتكلم عليه يا يتعامل بحق وحقيق عشان يبقى النظام ديمقراطي وحقيق وصحيح يا نسكت نفس الحكاية في انتخبات بتاعت يلي الاتحاد المصري يلي صوت وفي أفريقيا بقى فلوس بتدفع بالهبل هم عاملين بقى فلوس بتدفع لحيطة كتير دول كتير صغيرة دي دا مقالهاش عائلة لها صوت بس المؤمن لها صوت في الاتحاد الدولي في الانتخبات الدول دي بقى بيروح لها كل سنة بتحت مسميات برامج تنشيط الكرة مليون دولار مش عارف كام بيرزقوا الحقيقة وبدن بيرزقوا يدوا صوته لأي حد مش مشكلة يعني ايه الحكاية في الانتخبات والحاجات والنظام لا فاسد 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 يعني بالمناسبة أنا عايز أقول وعلى اتحاد القرى المصري اللي هما استقبلوا الراجل للسقبال ما ينفعش يتعمل دا احنا المصرييني أخي يقولك لقيني ولا تغديني قابلني كويس يا عم ومش عايز تنتخبني إن شاء الله ما انتخبتني يروحوا كلهم يدروا يسيبوا اتحاد وقابلوا الراجل يقفوا على باب يعملوا طمر صحفي على السلم بتاع الاتحاد وبعدين يتكلم وقولك ولا سلطة ولا ولا قيادة قيادة مين يا جمال ما تتكلم يا ابني ما تتكلم على قدك يا أستاذ بمال علامة إنت ولا اسمك إيه بولك ولا قيادة ولا حد يقدر ليه انت فاكر إيه وانت فاكر ما اسأله انت بصحيح يعني فاكر انك رئيس تحاد وكده بصحيح الحكاية ولا مش فاهم إيه حموما أنا ما عرفش انتخبات حتم ولا مش حتم إنما أنا بأعتقل انتخبات حد دا ولي كانت حتوب بهم الرمعة ديات أعتقل احنا بنحاول نريبوا على تليفون نعمل علامكم عايزة أسأله حيضوا صوتهم لمين ولا سر حربي إنما هم هناك بقى وفد تقال في سويسرا والكلام بس طبعا الحكاية دي كله دا زمان ركب وبطيق خبط في بعضها دلوقتي وزارة وزيرة العد الأمريكية بتقول ان المعتقلين من مسؤول الفيفا افسادوا صورة كرة القدم للتربح لأنفسهم وأنهم استغلوا مناصبهم الابتزاز والاحتيال وغسيل الأموال لقى ذلك خلال مؤتمر صح في نيويورك حول أزمة الفساد اللي تم اكتشافها بالاتحاد الدولي كان اتحاد دولي قد أصدر بيانا عن الموقع الرسمي للرد على الاتهامات المرجحة لمجموعة من المسؤولين وتسببت في اعتقال ستة في سويسرا نفع الاتحاد الدولي أن يكون الاتحاد أي علاقة بالاتهامات الله وما يعني كده الخسائر تضرب بورصة قطر طبعا مكتب التحقيق الفيدرالي فتح التحقيق لينائي وموسح حول منح استضافة بطولة العالم 18 لروسيا و22 لقطر والمدعي العام الاتحاد السويسر جونارد قال للمسؤل الادعاء في الزيوري فتحوا تحقيقه لينائيا بشأن منح الاتحاد الدولي وكرة القدم حقوق تنظيم فعاليات كاس العالم 2018 لروسيا و2022 وطبعا كان فيه كلام كتير على هذا الموضوع والتركة ما قدمه يعني حصل فيها وتشمل التهم غسيل أموال والتزاز والاحتيال هادي اتحاد كرة القدم ودي الانتخابات اللي جاب اللي بتديه بلطر جابته 17 سنة قاعد في المكان ده 17 سنة بالانتخابات وبالديموقراطية